يتواصل توافد المصريين وبعض مواطن الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار للتسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطة أو السلطات خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى وللمزيد حول توافد المصريين والسودانيين ورعاية دول من معبري أرقين وقسطل الحدوديين ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل مرحبا بك محمود صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد النحية يتجدد اللقاء معكم في تقطيتنا المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين والجهود المصرية المستمرة في تقديم العديد من الخدمان ملاحظتان هامتان اليوم الملاحظة الأولى هو منذ عمل العبرتين التابعتين لمحافظة أسوان منذ السادس صباحا وصل حتى الآن ما يقرب من خمسة أو ستة أوتوبيسات إلى ميناء أو سنبل النهري بهذه الأتوبيسات عدد كبير من المواطنين السودانيين يستريحون قليلا في هذه المدينة يتناولون العديد من الوجبات والمشروبات وسط تقديم كل الخدمات من أهالي مدينة أبو سنبل وتقديم كل الدعم لهم وتقديم كل الخدمات الصحية أو حتى الدعم النفسي المقدم لهم ثم تتوجه هذه الحافلات إلى مدينة أسوان وإلى موقف كاركر الدولي وبعد الحافلات ستعود مرة أخرى إلى معبر قسطل لمجيء عدد آخر من السودانيين المتواجدين بالفعل في معبر قسطل الملاحظة الثانية هو توافد العديد من الشاحنات الثقيلة المحملة بالعديد من المواد الجذائية أو أنواع الدعم المختلفة رصدنا منذ مساء أمس بعض الحافلات أو بعض هذه الشاحنات تتجول أو تسير في مدينة أبو سنبل المتجهة إلى معبر قسطل وأرقين وتحديدا معبر قسطل هناك أربع عبرات تعمل لنقل هذه الشاحنات أو لنقل حتى الوافدين السودانيين ومواكبة العدد المتزايد على مدار الأيام فهناك عبرتين تابعتين للمحافظة أسوان والعبرتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية كل هذه العبرات تعمل لخدمة المواطنين السودانيين سواء في نقلهم أو حتى في إرسال هذه الشاحنات هذه الشاحنات أيضا الثقيلة المحملة بالمواد الجذائية تزداد هذه الأيام نظرا لأنه على مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك تجديد لهذه الخدمات وأيضا إضافة العديد من أنواع الدعم والمساعدات من جانبين الجانب الأول من الحكومة المصرية بالطبع ومن مؤسسات الدولة المصرية فهنا تنفيذا لتوجهات الرئيس عفتاح سيسي محافظة أسوان تعمل على مدار الساعة في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها السودانيون سواء في معبر قسطل بتسهيل الإجراءات ووجود أنواع الدعم من المواد الجذائية المختلفة أو حتى في محافظة أسوان في المناطق التي يكثر بها تواجد السودانيين في تقديم مختلف المواد الجذائية التمونية بأسعار مخفضة الجانب الآخر هو عمل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وزيادة هذا الدعم نتحدث عن مفوضية اللاجئين شؤون اللاجئين ونتحدث أيضا عن المنظمة الدولية للهجرة المنظمتين قدمت العديد من نواع الدعم لجمعية الهلال الأحمر على هيئة النظافة شخصية أو حقائم نظافة شخصية ومواد دعم لتقديمها للسودانيين وأيضا في هذه النقطة تحديدا هناك تعاون كبير جدا من السلطات المصرية مع هذه المنظمات لتسهيل عملها وتقديم كل أنواع الدعم التي تقدمها هذه المنظمات للشعب السوداني فبالتالي كل هذه الإجراءات وكل هذا التعاون وكل هذه التسهيلات من جانب السلطات المصرية هي تعود بالإيجاب على الجانب السوداني وعلى الأشقاء السودانيين في التمتع بالعديد من الخدمات سواء كانت صحية في الأطمئنان على صحتهم ووجود عدد من الأجهزة الطبية المختلفة مثل الخاصة ببعض الأمراض في ارتفاع الضغطة أو حتى أمراض السكر أو الأمراض المزمنة فبالتالي توجد العديد من التخصصات ويوجد العديد من الأطباء لمعالجة هذه الأمراض وتقديم كل الخدمات هذه الخدمات لا تنقطع بل تتجدد وتستمر وتتنوع لاستقبال العديد من الموافدين الذين يزدادوا يوما بعد يوم خاصة في هذا الوقت الذي نتحدث فيه وصل حتى الآن ستة أوتوبيسات وأيضا البقية تأتي وسط استمرار من الدولة المصرية في فتح الحدود التزاما أو اتساقا بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الأشقاء التي الذين لا تفرق في معاملة أي من الأشقاء بل تستقبلهم ومزيد من الخدمات تقدم لهم سواء في أسوان أو في أي محافظة أخرى الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من معبري أرقين وقصطل الحدوديين شكرا جزيلا لك